أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي أول معسكر للطلاب دوي الإعاقة قادرون باختلاف داخل جامعة بورسعيد وأقيم المعسكر بالمدينة الرياضية لجامعة بورسعيد تحت شعار الإرادة والتحدي وذلك بالتنسيق مع جماعة الهلال الأحمر حيث اشتهد مشاركة 100 طالب وطالبة من بينهم 30 طالبا من الطلاب المتطوعين بالجامعة داخل وحدة التضامن الاجتماعي و70 طالبا من دوي إعاقة البصرية والحركية